يجد العاملون في مزارع اللوز هنا في محافظة أبيان فرصة جيدة للعمل مقابل الحصول على الأعلاف كصفقة رابحة بالنسبة لهم خصوصا بعد تخصيص بعض المزارعين مساحات واسعة خلال هذا الموسم لزراعة محصول اللوز بعد عزوف الكثير منهم عن زراعته في الأعوام الماضية المناطق الزراعية في محافظة أبيان وفي ذلك دلت أبيان أصبحت الآن شتت الهيارات لهذا السبب المياه في موقفها المحدد وأصبحت الآن دلت أبيان لا تهتم بالمزارعين والأراضي الزراعية بشكل عام لذا الأمر أصبحت الأراضي غير قادرة على إنقابل زراعة في موقفها تخصيص القليل من المساحات لزراعة اللوز في دلت أبيان يعتبره المزارعون مبادرة لجلب الاهتمام بالقطاع الزراعي في ظل تدني نسبة إنتاج المحاصيل النقدية في المحافظة التي يشكل القطاع الزراعي فيها مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة من السكان سبب ما انحصار زراعة اللوز بسبب الأمطار هو يتعب شوية تقيت انتخ دل ما يطلع لو القربة بطرح لك 50 كيس طرح لك 20 15 لو فيه أمطار ولو ما دقيت ولا نهييا يمكنك ما تحصل ولا حاجة تخرق شقر بدون نحب كان أول صح الري يشتغل يشتغل عبارة يشتغل مع المزارعين المساهمات يصلح كل شي أما الآن شف الاعتمد كله على المزارعين يشاركوا بينهم البين كل عدة مزارعين وصفوا الغناء حقهم ليسقوا منها الأرض أما أنك بتقلس تفرق للدولة الأرض بتقلس ججب أنت ما صلحوا لك أي حاجة بقاء الأراضي الزراعية المتضررة على حالتها جراء موجة السيول التي ضربت المحافظة خلال الفترات الماضية وعجز السلطات عن توفير المعالجات اللازمة لها أثر بشكل واضح في تراجع الكثير من المنتوجات الزراعية الهامة بالإضافة إلى ما قد يحدثه غياب دور الجهات المسؤولة من توسع رقعة التصحر في أراضي الدلتا ما يعني حاجة المزارعين في الحصول على المساعدات الممكنة للعمل على تطوير نشاطهم الزراعي بشكل عاجل لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبين